اليوم بدنا نتحدث عن تليفونين اثنين نزلتهم شركة شاومي بألمانيا وأعلنت عنهم بالشركة بألمانيا الاسمه شاومي 13T وشاومي 13T Pro هؤلاء عادة ان التليفونات اللي بتنزلن بآخر السنة بعد ما بتنزل هي 13 و 13 Pro و 13 Ultra بنزلوا T Series بآخر السنة واليوم بدنا نتحدث عن تليفونين اثنينتهم اللي أعلنت عنهم بألمانيا الحالية وفي لهذا الفيديو انا سأبدأ معكم هذا الفيديو بأمريكا هنا في لوس انجلس سننهي بألمانيا لأنه أريد أن أتحدث معكم بعد ما نرى المؤتمر ونتحدث عن كل الشغلات الحلوية ووجودة فيها هناك بس دعونا نضيع الوقت أنا طارق شكرا جزيلا على كل الناس اللي من الاشتراك دعونا نتحدث عن المميزات الحلوة بالتليفونين الجديدة من شركة شاومي يالله عملوا لايك وسجلوا على الكنال حتى دائما دائما تعرفوا عندما نزلكم فيديوهات جديدة ما قدامنا العربتين؟ 13T و13T Pro أعطوا لي ألوان كثير حلوة عند الأزرق موجودة هنا وعند الأخضر هنا وعندنا أيضا نهاية دائما تباير عليه الجلد التقليد الذي ضهره للتليفون شكله حلو المنظر طبعا عندما نظر عن اتنينات التليفون يبينه كأنه نفس التليفون لدينا عدة ألوان منه ولكن هناك فرق كثير وشغلات موجودة بألوان كثير منيحة أول شيء أقول لكم اتنيناتهم لديهم بطاريات 5000 ميلي أمبير ويشارجون بسرعة ولكن 120 واط على البرو و 67 على العادي تقريبا 19 دقيقة يعني 20 دقيقة لنشارج من 0 إلى 100% وهذا تقريبا 45 دقيقة ولكن لديهم بطاريات كثير منيحة لا لدينا وائرلس شارجين ولكن لدينا تشريج بالشريط وسيمشون كثير كثير حلو والكماليات الموجودة بعدها 52 ميجا بيكسل على الأساسية والتليفوتو وعندنا 12 ميجا بيكسل للألترا وايد وآخر شيء قدام موجودة لدينا 20 ميجا بيكسل الشاشة الموجودة هنا سيكون 6.67 إنش 10 ATP ويصل إلى 144 هرتز وعندنا الحلوة كثيرا يصل إلى 12200 نيتس يعني أنه سيكون كثير منيحة خاصة لنستعملها بره تحدثنا عن البطارية وعن التشريج تبعها الحاسوب الفرق بين اتنيناتهم سيكون أنه التليفون هنا، دعونا ندولها فأعجيكم اتنيناتهم للدراجون بول حلوة كثيرا سيكون ميديا تك ديمانستي 8200 ألترا موجودة على 13T وهنا سيكون 9200 يسمونه 9200 9200 ألترا موجودة هنا على البرو الفرق بينهم أنه هذا مثل كأنه ميد رينجر وهذا سيكون فلاكشوب على البرسس ولكن اتنيناتهم من شركة ميديا تك ديمانستي وشاغذين أريد أن نتحدث فيها أيضا عندما نتحدث عن الفرق بين الحاسوب 8200 ألترا من ديمانستي لا يأخذ إلا الواي فاي 6 9200 بلس يعمل على الواي فاي 7 بالمستقبل أيضا هذه كثير حلوة الفرق بين الحاسوب والزاكرة هنا 8 إلى 12 جيجا بايس للرام و 256 زاكرة بس على UFS 3.1 على البرو يأتي من 12 إلى 16 جيجا بايس للرام و 256 إلى 1 تيرا بايت اوشن على التليفون و UFS 4 يكون كثير منيحة مثل ما قلنا الكاميرات اللي وراء موجودين نفس الشيء عندنا الاندروي 13 ومي واي 14 يمشي على هون 2 نتونة قدامنا مثل ما ترون هون 2 نتونة 13T العادة اللي هو البرو موجود هون لنسميه من الله لأنه نقول 13T كل مرة حتى هي غريبة معي المهم عندي هون 512 جيجا بايس للزاكرة موجودة بالبرو للتليفون وهي UFS 4 وهنا هون 256 مثل ما قلت لكم إذا نفوت تحت المعلومات الديتيلد لدينا 8 جيجا بايس 12 جيجا بايس الحاسوب مثل ما قلت لكم 8200 9200 وعننا أيضا اندروي 13 موجود على السيكوريتي لسبتمبر الأول والمي واي 14.6 0.6 الموجود من هنا 2 و 2 تجديد جديد جديد عندما أجبتهم التليفونات أول ما دورنا التليفونات المعلومات التي تأتي تحت هنا سيكونوا نفس الشيء هذه الحلاوية فيها الشيء الوحيد يجب أن تعرفوا أن تضغروا على نظام تبع الديس بلاي دوره Dark Mode إذا كنت تستعملوها وعملوا Schedule Dark Mode لكن الشيء جميل فيها هنا لدينا نضبط الشاشة التي تكون بين العادة الـ Default لا يعني أنه يكون الـ Automatic هذا يعني أنه إلى واحده في سيتي يريد أن يغير يمكنكم أن تغيره هنا وتقول الـ Customization Up to 144 Hz موجودة بالتليفون هنا يمكننا أن نضبطها يأمى الـ 60 ليس لدينا 90 ولكن يأمى الـ 60 يأمى الـ 140 وتمشي مظبوطة لدينا جميلة المشكلة فيها جميلة جميلة الألعاب التي تستعمل للشغلات لـ 90 لـ 120 لـ 140 سيأمشون جميلة لكن يجب أن تدوروها هنا قبل أن تبدأ معكم بالتطبيقات فقط أيضاً إذا كنت تضغيره هنا تحت البطارية يمكنك أن تغير قوة الحاسوب يسمونه مثل هذا الـ Governor الذي يجعلنا نسيطر على قوة الحاسوب وقد تؤدي الضغط للبطارية كما أننا نرى 24 ساعة و22 ولكن إذا تدورتهم هنا سترى أن البطارية ستتغير ستنقص القوة هنا لأننا نستعمل قوة الحاسوب بكمية الكاملة فقط هذا يمكنك أن تعمل وإذا كنت تعملوا بطارية ستضغطوا على الشمال ستعطيكم بطارية أيضاً وعندنا الألترا بطارية أيضاً عندما بدنا نتحدث عن الكاميريات قبل أن نتحدث عن الصور والفيديوهات التي تأتي منه إلى هذا التلفون أتمنى أن لديهم نفس الكاميريات لكن الحاسوب غير معناته رغم أن لايكا موجودة هنا وتساعدهم لتعمل الصور لأننا نسحب من هنا نسحب من هنا نضبطها هنا على الشمال نرى أن هناك إختيار لأننا نستعمل لايكا الناس يأمل وإنما الاثنتيك نقلب من هنا ونرى يمكننا أن نقبل بين الاثنتيك وإنما نضبطها هنا لدينا عدة إختيارات أيضاً سيكونوا قريبين من بعض ولكن هناك فرق قليلاً صغير لأنه سيكون مناح ولكن هناك فرق قليلاً ولكن هناك فرق قليلاً وذلك قوة الحاسوب تسيطر على أن لا نستطيع استعمال الكاميريات لنفس القوة معناته هنا إذا أصحبنا من فوق إلى تحت 13 Pro يمكن أن يصل إلى 8K 24 fps 13T العادة ولكن لـ 4K 30 fps بسبب الحاسوب الموجود هنا لذلك يجب أن نعرف أن هناك فرق إذا تحب أن تسجلوا على 8K أو 4K 60 هذا سيكون التليفون لكم الكاميريات الموجودة ستكون نفس الشيء ليس تعييسة ولكن فقط 1080p موجودة هنا إذا أريد أن نسيطر على الصورة يمكننا العمل هنا 1080p 720p على الكاميرا ونستطيع أن نضبطها فقط لا يوجد إختيارات أخرى الثاني الثاني الذي أريد أن نتحدث هنا تحت الـ Pro إذا أريد أن تستعملوا Pro تحت الفيديو يمكننا أن نسجل هنا موجود في قلبه أيضا يمكننا أن نسيطر لدينا الـ Histogram لدينا الـ Sonogram وعندنا الـ Exposure وعندنا الـ Exposure وعندنا يسمونه الـ Focus Peaking لكي نرى إذا الذي في قلب الصورة يجب مزبوط على وإذا لم نأخذ الصورة ثم نلاحظ أن الصورة لم تكن واضحة لنحن أطلاقا كثيرا جدا ومزبوطة لدينا اختيارات أخرى نفس الشيء على الثانياتهم للتليفونات 50Mp وفلوج وعندنا الـ Panorama كل الشيء هذه نترى عادة نرى مزبوطة هنا الآن دعنا نتحدث قليلا عن الموسيقى الموجودة هنا اثناناتهم كما تحدثنا من قبل سبيكر نفس الشيء سنفعل الغنية العادة أن نتسمعها اسمه Alex Crindo Jumbo من NCS Release دعنا نضبط الغنية هنا سنبدأ على الـ Drop الـ Volume 100% دعنا نسمعتين هنا ستيريو إلى فوق وستيريو إلى تحت دعنا نتسمع موسيقى 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 الصوت منيح لا لدينا أي أشكال لا سيكون كثير قوي على الباس الموجود في قلبه ولكن الحلوة فيه أنه يكون منيح لنسمع ونفرج على فيديوهات الشيء فيها أيضا أنه موسيقى الموجود لفوق مثل سماعة خالصة الـ IR بلاستور والميكروفون لتحت لدينا موسيقى وموسيقى وعندنا الميكرو وثنين سيم كارد لنستعمل الـ 5G على شمال لنضيف لدينا شيء على اليمين لدينا البطن وموسيقى ستكون على التلفونين وموسيقى وموسيقى موسيقى وهذا الشيء مهم حتى عندما نرى بين التلفونين لدينا شغلات قريبة ولكن هناك شغلة مهمة لدينا عندما نتحدث عن الألعاب نتفرج عن اللعبة الـ Call of Duty لدينا هنا موسيقى 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 نعمل موسيقى نعمل 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 بوست نعمل بعد شغلات وموسيقى 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 إذا كنت نرى حسوات 9200 تحت ثم نعمل الآن 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 ثم نعمل ثم نعمل الـ Ultra يتعطينا 90 فريم على درس نستعمل منيح احاول سوف نرى كل شيء جميل لكنني أحب أن الصورة جميلة جدا والكوالياتية جميلة وأيضاً أقوم بعمل ماكس جميلة جميلة وتمشي مضبوط وستمتع فيها دعونا نفجيكم الآن مصرة عن شاومي 13T Pro الآن صرت أنا في ألمانيا كما أخبرتكم بأول الفيديو أنه بدأنا الفيديو في لوس أنجلس ونخلص الفيديو بألمانيا أنا الآن صرت لألمانيا كم يوم هنا وستعمل التليفون وتحدثت مع شركة شاومي وظهرت معهم وعملنا صور وكل هذه الشغلات نريد أن نتحدث عن الخبرة كلها الخبرة بينهم الآن لدينا نوعين تليفونات لدينا الميد رينجر 13T و13T Pro سيكون مثل الفلاكشب لكن هناك فرق بينهم بين 13 Pro و13 Pro و13 Ultra التي نظرونهم في أول سنة بالنسبة لأني أعطيت أن هذه سيكون أقوى منهم لأنهم معمولين بالحاسوب أقوى 13 Pro و13 Ultra هنا لديهم سنسور الصور يظهروا شيء يجنن يعني صراحة خرافة بعض البيترون التي ترجعكم إليهم لا يوجد مثلهم عندما نتحدث عن T و T Pro هناك شيء يجب أن نفهمها أول شيء يركزهم كثيرا على السرعة بين التليفونين عندما نقارن اللمزات الموجودة هنا على الهاردوير تليفونين نفس الشيء لكن بسبب الحاسوب بسبب الذاكرة بسبب الجيجابيتي الموجودة في الرام تتغير قليلا الخبرة الـ 9200 فرق كثير بين الـ 8200 لماذا؟ ونستطيع أن نصور 4K 60 وحتى 8K 24 على T Pro هناك على العادة لا نطلق إلى 4K 30 هناك فرق ولكن الآن أريد أن أخبركم لا أعرف إذا لاحظتها هذه الأوترو وهذا الفيديو الذي سجله الآن سأتحدث معكم موصل الميكروفون على التليفون على 13-13 Pro T Pro وستعملوا ونعمل الفيديو عليه وهذا 4K 60 وستعملوا ونعمل بقلب الفيديو حتى ترى قوت الصورة ولكن أنا أكد أنكم تعرفوا كيف تشغل برا وكيف الفيديو دعنا نأخذ الآن فيديو سجلته على الكاميرا السيئة الموجودة والورانية لما كنا على شخطورة هيك مع الجماعة من شاومي بعد المؤتمر اللي شفناهم يوم الصبح 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 موسيقى 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 الآن نستعمل الكملد الاساسي الموجودة 50 مجا بيكسل ونحن نقوم بها بشكل مجا بيكسل بعدنا كنا نقطع في مرحلة هنا لن أردتكم بشكل مرحل مطرح كثير حلو هذه الشخصورة تأخذنا محال ونستطيع ان ترى عدة شغلات حلوة وحلوة تكون الصورة كيفية الصورة من هنا خبروني شرائكم فيها 4K60 حتى 8K موجودة على التليفون من وراء والتاني TP30 على التليفونين من شركة شاومي عندما بدأنا نتحدث بشكل هذه نستطيع أن نرى قوة التليفون كيف نستطيع أن نستعملهم وعندما يكون هناك ضوء منيح قليل كثير نستطيع أن نرى قوة الكاميريات تغير كثير نفس اللمزات بسقوة الحاسوب الزاكرة الموجودة هنا نستطيع أن نصل إلى 1 تيرابايت تغيرت على UFS 4.1 الثلاثة 13T لا يصل إلى UFS 3.1 الثلاثة سريعية لكن هناك فرق كبير بين استعمال التليفون وتشجيل 8K ونلعب ألعاب لا يكون هناك أي أشكال رغم أن الثلاثة قريبين من بعهم شكلا فرق كبير في قلبهم وإن شاء الله تستطيع أن تكون هذا الفيديو وساعاتكم تستطيع أن ترونه قد أنا مستمتع فيه قد مبسوط كثير فيه للتليفون استعملت 13T Pro أكثر لأن أريد أن ترى كيف أحسن خبرة تستطيع أن تعطينا شركة شاومي بقلب تليفوناتهم لذلك أريد أن ترون ماذا ترونيكم ماذا ترونيكم بالتليفونين الثلاثة أول شيء هل تفضلون المدرينجر 13T وأما تفضلون 13T Pro لتعطيكم خبرة بالسعر مضبوط وهذه الحالية فيهم لإخر السنة ينزلون هنا ويعطون نظامات حلوة ويضبطون الخبرة حتى تمشي كثير من إحلاء لنا ويتسجرون بسرعة كثير 5000 ملي أمبير 67 واط على 13T يأخذكم تقريبا 45 دقيقة وعلى 13T Pro بالمئة وعشرين نقدر أن نشارجوا للتليفون بتقريبا 19 دقيقة من السفر إلى 19 دقيقة معناتهم ثلاثة تربائق الوقت ستكونوا على شرق الأهية وبترجع بتشارجوا كثير كثير منيح وبالطريقة عم بتضغين منيحة هلو فيه شغلة تانية كمان نزلوها عندهم نزلوا الساعة هذه الواتش 2 برو ونزلوا كمان الباند 8 ما قدرت منزل الفيديوهات هلو بس خبروني بالتحت إذا أردتكم يعني أعملكم فيديوهات خصوصيا على الساعة جديدة من شركة شاومي وعلى الباند مثل البيباد نزلوها اسمها سمارت باند 8 منهم كمان نزلوها من السلوات يلا شكرا جزيلا على كل الناس اللي شاهدوا الفيديو سجلوا تأكدوا حتى دائما تعرفوا لما نزلتكم فيديوهات جديدة وبشوشكم إن شاء الله بالفيديو الجديد يلا مع السلامة موسيقى